صباح الخير عليك يا بسانتو كل سنة ومطيبة وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان كل سنة وحضراتك طيبين النهاردة 3 يوليو طبعا يوم فارق في حياة الشعب المصري كله يوم مش هنقدر ننساه مش هنقدر ننسى حكايات وتفاصيله عشر سنين مروا على اليوم ده ولسه فاكرين كل حاجة حصلت فيه يمكن طبعا الأبرز في هذا اليوم حالة الترقب اللي كلنا عاشناها وإحنا موجودين في الشوارع وبنسمع بيان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها لما قال بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم أن القوات المسلحة لم يكن بمقدورها أن تصم أذنها عن نداء الشعب المصري الذي استدعى دورها الوطني في اللحظة دي يا بسانت احنا هدينا وتطمموا حقيقة يعني الشعب المصري كله وجموع الشعب المصري كان بينادي بنزول الجيش ويعني وضع قارة الطريق بقى لمصر ونهي حالة الصراع اللي كانت موجودة وفي الحقيقة البيان ده أعلن انتصار الشعب وقيرطه على حكم جماعة الإخوان الإرهابية البيان اللي رجع لنا مصر مرة تانية ورجع لنا كرامتنا وهيبتنا قدام العالم كله احنا شفنا كنا فين والنهاردة مصر وسط العالم كله بقت فين البيان اللي أنقذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية ورسم خارط الطريق لمصر خارط الطريق شايفين نتياجها النهاردة بعد عشر سنين من الاستقرار والبناء والتنمية النهاردة قدرين نشوف مجتمع متماسك مجتمع قوي مجتمع قادر أنه هو يواجه التحديات اللي بتقابله لأنه التحديات مش هتخلص وأهل الشر مش هيخلصه لكن احنا بجموع ووعي الشعب المصري متربطين ليوم الدين بإذن الله مجتمع لا يقصي أحدا من أبناء ولا طياراته النهاردة شايفين تمكين الشباب شايفين مشاركة الشباب في الحياة السياسية قادرين نشوف مثاق شرف إعلامي وزي ما وعد سيد رئيس عبد الفتاح السيسي في هذا البيان مثاق شرف إعلامي يضمن حرية الإعلام تمكين ودمج الشباب مرة تانية في مؤسسات الدولة المختلفة ليكونوا شركاء في القرار وفي الحياة السياسية شاهدنا نتائج هذا البيان بعد تسع سنوات من البناء والتنمية عشان كده دايما بنقول أنه زي ما كان اليوم ده هو شهادة ميلاد لبلدنا وجمهورياتنا الجديدة اليوم ده كمان كتب فيه المصريين شهادة وفاة للجماعة الإرهابية واللي حاولت بكل الطرق أنها تسقط الدولة المصرية تحت بقى مزاعم في بطنها طبعا سقوط مصر الجميل أن احنا بنشوف المصريين يمكن مختلفين في حاجات صغيرة لكن اليوم ما يجي الموضوع اللي قرارهم وهم عايزين ايه بنشوف انحياز المصريين لهويتهم ضد قوى الشر انحياز المصريين لتصحيح المصار وانتشال مصر من الضياع وده بعد فترة مريرة عشناها مع جماعات العنف والتطرف شفنا التهددات اللي تعرض لها الشعب المصري كان عامل ازاي بيان 3 يوليو لألقاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي في هذا الوقت كان استشعار للقوات المسلحة بالخطر اللي بيواجه البلد عشان كده كان لازم يكون فيه تدخل وانحياز لإرادة الشعب وقد كان ناشا سلي واحنا كمان استشعرنا كلنا في هذا التوقيت أن الشعب والجيش فيه رباط إلى يوم الدين بعد هذا البيان بيان 3 يوليو رجع الروح مرة تانية للشعب المصري بكل أطياف ورجع مصر بمشروعاتها التنموية الكبرى رجع مكانة مصر كمان بين الدول أنقذ مصر من مصير دول كتيرة في المنطقة وبدأنا نشوف نهضة صناعية ونهضة عمرانية ونهضة حقيقة في كل المجالات كل سنة وكل شعب مصر طيب وبخير بنصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر